اشتركوا في القناة وحمايتها بكلمة سر قوية من المهم جدا ان تقوم بتشفير وحماية ملفاتك الخاصة لجعلها اكثر امانا من الاختراق والتطفل اذا دعونا نتعرف على هذا البرنامج وكذلك طريقة تحميله وتثبيته ابقوا معي بعد هذا الفاصل اذا كل ما عليك القيام به هو تحميل البرنامج من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل تدوين الخاصة بهذا الدرس وطبعا رابط التدوين اسفل فيديو في الوصف اذا كنت على موقع يوتيوب مباشرة بعد الانتقال الى هذه الصفحة يكفي فقط ان تقوم بالضغط على download now مباشرة بعد ذلك سوف تقوم بتحميل البرنامج على هذا الشكل كل ما عليك القيام به الان هو الضغط على هذا الملف مرتين ثم ستفتح معك نافذة كمسؤول تختار وي مباشرة بعد ذلك سوف تظهر لك الواجهة التثبيت الخاصة بالبرنامج ما عليك الان سوى القيام بالضغط على swiveau ثم ايضا swiveau ثم تقوم بازالة العلامة من هذا الخيار ثم تضغط على swiveau ثم سيبدأ في تثبيت البرنامج على حاسوبك بعد انتهاء التثبيت سوف تظهر لك واجهة بهذا الشكل تقوم بالضغط على escape ثم termini وهكذا سوف يشتغل معك البرنامج مباشرة وايضا سوف تفتح معك نافذة في المتصفح سوف يظهر لك كيف تستخدم هذا البرنامج وكيف تقوم بإدخال الرموز وكذلك تشغيل اعدادات خاصة بالبرنامج ما عليك سوى تجاول هذه النافذة ثم تتابع هذا الشرح ما عليك الان سوى كتابة الpassword الخاص بالبرنامج الذي سوف تقوم بحمايته من اي شخص سوف يقوم بتعطيل هذه الخدمة اذا ما عليك سوى كتابة الpassword ثم تقوم بإعادة كتابته في هذا المكان وفي هذا المكان تقوم بكتابة اي تلميح للpassword او كلمة السر في حالة ما اذا نسيت كلمة السر الخاصة بهذا البرنامج فقد تقوم بكتابة اي اشارة قد تتذكر بها الpassword الخاص بهذا البرنامج بعد ذلك تقوم بالضغط على ok وهكذا سوف يفتح معك البرنامج مباشرة اذا الان سوف يطلب منك بادخال الملف او ادخال اي مجلد من اجل حمايته وتشفيره وكذلك حمايته بكلمة السر ايضا هذا البرنامج للاشارة فقط فهو ايضا يدعم اللغة العربية تستطيع ان تقوم باختيارها من خلال الضغط على option مباشرة بعد ذلك تقوم بالنزول الى الخيار الاخير كما تشاهد ثم تضغط على انكريش ثم تختار اللغة العربية من هذا المكان كما تشاهد بعد ذلك تضغط على ok وهكذا سوف يتم تحويله الى اللغة العربية بعد ذلك تقوم فقط بالضغط على اضافة اذا كنت تريد ان تقوم باضافة مجلد ثم ستقوم باختياره من حاسوبك على سبيل المثال من disk.c ثم تقوم بالبحث عن المجلد الخاص بك بعد اختيار المجلد تقوم بالضغط على مؤضف بعد ذلك سوف يتم اضافة المجلد وهكذا تقوم بالضغط على موافق وهنا كما تشاهد تم حالة محمية او انه تم حمايته وتشفيره كما تشاهد اذا كنت تريد ان تقوم بازالة التشفير يكفي فقط ان تقوم بالضغط على فتح القفل وهكذا سوف يتم ازالة التشفير الخاص من ذلك المجلد اذا بعد اضافة المجلدات التي تريد ان تقوم بحمايتها وتشفيرها ما عليك سوى الضغط على القفل وخرج وهكذا سوف يتم اغلاق البرنامج على هذه الملفات ولن تجدها الا داخل هذا البرنامج وعند محاولة الدخول الى البرنامج مجددا كما ستشاهد الان طف يطلب منك كلمة سر الخاصة بالبرنامج والتي قمنا بادخالها قبل قليل بعد كتابة كلمة سر كما ستشاهد سوف يظهر لك المجلد الذي قمنا بحمايته اذا هذا هو البرنامج برنامج رائع وانصحك باستخدامه على حاسوبك كان معكم كالعادة عليك جعيش لا تنسوا اشتراك في قناتي على اليوتيوب وكذلك زيارة كافة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا زيارة مدونتي الرسمية مدونة مجهول معلوماتي anonifoprof.com في امان الله وإلى اللقاء ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة